احتفلت رعية القديس ميخايل في السماكية بعيد شفيعها رئيس الملائكة وذلك بقداس احتفالي ترأسه قبطة البطرييرك فؤاد طوال بحضور الآب خالد قمو راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وعدد كبير من أبناء الرعية وفي عظة القداس شجع قبطته المؤمنين على تلاوة صلاة الملاك الحارس معربا عن حبه لبلدة السماكية وفي نهاية القداس تقدم الأب قمو بالشكر الجزيل للبطته والآباء الكهنة لمشاركتهم الرعية بهذه الاحتفالية وبعدها تم التقاط الصور التذكارية وتوزيع الحلوى والقهوة العربية بهذه المناسبة وفي ذات الكنيسة احتفلت الرعية بالأحد السادس والعشرين من زمن السنة حيث ترأس القداس الأب خالد قمو راعي الكنيسة وبعد القداس أقيمت دورة احتفالية بشوارع البلدة شارك بها أبناء الرعية حاملين أيقونة القديس مخايل لمباركة أهالي الإسماكية وهذه الأيقونة هي علامة على تكريس البلدة للقديس مخايل رئيس الملائكة وتأتي هذه الدورة كنوع من التحضير للاحتفال بعيد شفيع الرعية الذي يقام كل عام